موسيقى تماما الحمد لله طيب الحمد لله هتقولي حاجة؟ لا كملي نوهي طيب النهاردة فكرتنا الأولى هتكون مختلفة تماما عن كل فكرة في كل حلقة بنطلحها هنتكلم فيها عن زي ما بيقولوا إيه كنبلت الموسم إيه كنبلت الموسم اللي بضيف جاي يكلمنا عنها دي هو قصده إيه بيها كل ده هيوضحوننا بس تعال ونطلع فصل ونرجع نرحب بضيفنا ونشوف هيقول لنا إيه ابقوا معنا وارجعنا لكم بعض الفاصل وقبل الفاصل كنت باتكلم عن كنبلت الموسم إيه هي كنبلت الموسم كل ده هيوضحوننا الوكيل المسؤول عن إحدى الشركات الكبرى في رعاية الصحية بس قبل ما رحب هو مين دعالوا كده نقول كلنا لما بنيجي دخلين في فصل الشتاء بنشرب مسكرا نشرب كابتشينو نشرب سحلب نشرب مغاية الحاجات دي فيها سعرات حرارية كتير طب الحاجات دي بتفدنا ولا بتدرنا طب الحاجات دي هتأثر على الضغط والسكر وزيادة الوزن ولا لأ طب الطلبة اللي في فترة الامتحانات بتستفاد من الحاجات دي كباور وطاقة وإنرجي ولا هتأثر عليهم طب الأكل الكتير طب الحاجات دي كلها إيه اللي هتحصل كل ده يوضحه أستاذ مصطفى نعمال وكيل لأحدى شركات الكبرى رعاية الصحية تعالوني بالترحب به هدى يلا يا هدى أهلا بك شرفتنا النهار دي الله يخليك طبعا كل اللي قالته نادا اللي هو بيفدنا ما بيفدناش الطلبة وكل الكلام دوت مش هينفقد ولا نسكافيت نين في واحد ولا تلاتة في واحد ولا الطلبة عشان تصهر فتقعد شوية فتاخد كبات نسكافيت بالليل عشان تعرف تذاكر فكل الكلام دوت تقريبا عكس الكنبلة اللي حضرتك جاي تتكلم عليها ده صحيح صحي كده طبعا ايه بقى كنبلة الموسم اللي انت جاي تتكلمنا عنه ايه اللي عندك طيب خلينا نتكلم الأول في مشكلة صغيرة بس هنبسطها فكرة ان احنا في العادي ما بناخدش بالنا من تصرفاتنا يعني ممكن اعود طول اليوم افضل اشرب ممكن على مدار اليوم عشر مشاريب طيب العشر مشاريب لو انا حد شوية بخاف على صحتي ممكن احط معلقة سكر معلقتين سكر بالكتير طبعا الناس كلها عارفة اضرار السكر ايه بالضبط طيب انا لما اجي حسب معلقة سكر او معلقتين سكر في المشروب في عشرة انا كده بتكلم في عشرين معلقة سكر دي لوحدها هتودي الشخصي في سكة يعني ممكن ما ارجعش منها تانية طيب فطبعا الناس كلها عارفة اضرار السكر فممكن نتكلم ببساطة ايه اضرار السكر وايه مميزات السكر او فوائد السكر ففوائد السكر باسم الله زيرو ما فيش فوائد للسكر خالص واضرار السكر كثيرة جدا بقى تصلي بشرايين طبعا الشخصي بتصاب بمرض السكر وفيه ممكن يعني نسبة تتخطأ الستين في المية من تعرضه لمرض الكانسر بالنسبة للرجال اكثر من خمس معلق سكر في اليوم تأديل المشكلة دي والسيدات اكثر من اربع معلق في اليوم فانا لازم اكون واخد بالي جدا انا بحط كم علاقة سكر في المشروب بتاعي يعني انا اقدر اقول ان مخطر الستات اكتر من مخطر الرجال او طبعا اوه فدي مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا وطبعا في الشتاء الناس بتشرب تحيب تشرب مشاريب سخنة كتيرة جدا فدي مشكلة يعني هات تودينا في سكة مش لطيفة خالص وعلشان ان انا اخد الكلام ده بدون سكر فالكلام ده صعب شوية علينا طب ايه البديل عندك البديل منتج رائع اسمه جريم بير الجريم بيرن ده مستخلص قهوة خضر وشاي اخدر وجينيسينج احمر كوري وكروميوم وسيليم طبعا المشروبين الرئاسيين للشعب بتاعنا هو الشاي والقهوة القهوة بجميع اشكالها حتى القهوة المبيضة اللي هو الناس كافية واللاتيق وكل الفئة دي كلها فالناس ما بقيتش طرف تستغنى عنه لازم قبل اول مصحة من النوم اشرب كبات ناس كافية اصبت مزاجية على الحاجة زي اه اه بيصبت المود والكلام ده فقبل الشغل وانا شغال الكلام ده كله فانا لو اعدت احسب الكلام ده كله اه انا اصلا يعني صحيا لو هاشرب شاي انا مفروض ما تخطاش كوبايتين في اليوم اكتر من كده انا دخلت في مشكلة الجزور حرة ودي يعني مشكلة كبيرة وبالنسبة للقهوة هي كوباية قهوة واحدة في اليوم طبعا الناس مش هيعجبها الموضوع ده ولكن يعني هتتخطى الموضوع ده علشان القهوة بتكون قهوة مؤكسدة والشاي برضو نفس الكلام بيكون مؤكسد فبيدخلنا في سكة مش لطيفة لو هتتعامل في في قهوة خضرة هتشرب قهوة خضرة او شاي اغدر تعتقد تشرب فيها اليوم كله بدون سكر طبعا براحتك طيب حضرتك ذكرت مواد عشبية موجودة في الجريم بيرن تمام ممكن بقى نمسك مادة مادة تفصيلين كده سريعا تمام هو الجريم بيرن جامع الكلام ده كله قهوة خضرة شاي اغدر جينيسنج احمر كوري وكمان في جينيسنج سايبيري وكروميوم وسيليم طيب القهوة الخضرة هتفيدنا بشكل كبير جدا في حرق الدهون تمام وإحنا طبعا في فترة الشتاء قاعدين قدام التلفزيون على طول وقاعدين يعني فاهم نشرف في مشاريب كتير الجريم بيرن طعمه بالزبط عامل زي الناس كافيه واللتين وفي نفس الوقت بيحرق دهون علشان القهوة الخضرة وطبعا فوايد الشاي الاخضر كان فيه بحث اتعمل عن اتنين توقم واحد كان بيشرب الشاي الاخضر بيدخلوله الشاي الاخضر البحث اتعمل لمدة تلاتين سنة بعد تلاتين سنة الاتنين ماشيين بعداد صحية سليمة جوم شافوا الفر لما دخلوا بس الشاي الاخضر لأن الشخص ده سنه يعني شكله سنه يدي اصغر من ده بكتير طعم فالشيال اخضرت طبعا فوايده كتير جدا وبالجينيسنج الاحمر الكوري اللي موجود في الجريم بير الجينيسنج الاحمر الكوري ده يعني اول حاجة بيرفع كفاءة اعضاء الجسم طعم تاني حاجة ده اقوى منشج جنسي طبيعي يعني انا ممكن استخدمه بقى او اي حد من شان شخصية العميل نفس ان هو يستخدمه كبدل بقى الحاجات اللي خارجي اللي بني اخدها من بارة زي الفياجرة او الحاجات دي فهو هيساعد فيه او طبعا الجينيسنج الاحمر الكوري رائع جدا في الموضوع ده وكمان هو بنشط الدورة الدموية بساعد على التركيز سرعة الادراك كل الوظائف الادراكية فمفيد جدا طبعا للطلبة الميزة بقى اللي في المنتج ده طبعا ماينفعش اعمل منتج بالمواصفات دي وفي الاخر يجي العميل يحط عليه سكر طبعا بوص كل حاجة احنا لسه كنا بنتكلم عن مخاطر احنا كده شلنا الشاي العادي وحطنا شيء اغدر شلنا القهوة وحطنا القهوة خاضرة شلنا السكر حطنا ايه بقى حطنا مادة للتحلية اسمها سوكرالوز السوكرالوز ده السكر الوحيد الامن على البشرية لانه ما بيختلطش بالدم بيديك التحلية وبيخرج مع المخرجات يعني انا هاخد الظرف زي ما هو اول باكت وهحطه في الكوباية هحط ماء سخنة مفيش سكر خالص من لا لا خالص ولا بتحط اي حاجة حجم الكوباية دي يعني بيكون زي كوباية القهوة الصغيرة مش مضجة بقى لا 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 طيان فالمنتج هتلاقي مظاقه رائع كم الفوايد اللي فيه نسبة الكروميوم اللي في المنتج هي نفس نسبة الكروميوم اللي الشباب بياخدوها في الجيم فهو كمان منتج ينفع للشباب اللي بتنزل الجيم وكده بتجيله باور الجينسنج الأحمر الكوري مع الكروميوم اللي اتنين مع بعض بيعملوا مفعول رائع في الباور والطاقة والحيوية وطبعا الكلام ده لو اي سيدة طبعا في البيت او الكلام ده برضو بتحتاج طاقة وباور في خلال يومها علشان بتنظم طبعا اللي امتحانات يا مستر مصطفى احنا الفترة دي بيحتاج الطلب ان هو يشرب حاجة وقت المذاكرة تعالي التركيز تعالي التركيز تعالي التركيز طبعا بتظهر في تحليل الدم او بتقاليها تأثير؟ لا طبعا الحاجات الطبعية ما ينفعش تطلع يعني ما زي الكيميكال الكيميكال لو انا باخد حاجة كيميكال او كده هتظهر لي طبعا في صورة الدم وكده وطبعا ده غير السيد افكت بتاعها كل الحاجات الطبعية هي بتخش بتطبط الجسم فالفرق كمان من القهوة الخضرة البيور والقهوة المؤكسدة القهوة لما بتتأكسد بتفقد 80% من الفايدة بتاعتها فحتى نسبة الكفاين اللي انا بعوزه من القهوة الصوارة اللي انا باخدها لما اخدها من القهوة خضرة ده انا كده خدت خمس كياني شربت خمس كبايات قهوة طيب لو قلنا زي ما نادة بتقول ان احنا الطلبة ما سمح يبقوا محتاجين ناس كافية محتاجين قهوة في الفترة طاعت المذاكرة والامتعانات وبتهيقلي هو في العادي بقوا يشربوا قهوة ورس كافية نقول سن كم من الطلبة اللي يقدر يشرب الجرينبيرن وهو متطمن؟ الجرينبيرن آمن لأي سن كم بقى في نجال في اليوم اللي هو ممكن ما يقصرش مع الطالب؟ هو كده كده مش هيأثر معي ولكن الدوز بتاعت الجرينبيرن بتكون 2 ساشت في اليوم علشان تاخد كل الفوائد بتاعته اذا كامل قهوة الخضرة او من الجينسينج الأحمر الكوري او من الكروميوم علشان تاخد الفوائد بتاعته فانت مش هتحتاج اكتر من 2 ساشت في اليوم سنة قدي؟ من ممكن من 10 سنوات يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان الجرينبيرن بستخدمه لتحفز الموت واللي هو لو فيه خلايا نايمة في المشاكل الجنسية نوعه بينشطها بيساعدها طبعا طبعا وكمان في الجينب باور فاي سنك ان الجينب باور ممكن يستخدم للتخسيس اكيد طبعا اه اه يعني هو بيفرق في الموضوع ده كتير لان الناس اصلا اللي بتخش في عملية التخسيس اه بتحسي بهزلان اه فالجينسينج والكروميوم بيلغي المشكلة دي خالص اه وطبعا بيدي باور اصلا اه 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 بيدي باور وبيحفز الاعضاء الحاوية كلها فده بالنسبة للشخص اللي محتاج وزنه ينزل هيكون رائع جدا بالنسبة له انا باخد حاجة طعمها مألوف بالنسبة لي طعمها عامل زي الناس كافيه بالضبط حاجة مش احتاجة احطي فيها سكر وكمان المنتج بيديني باور وطاقة والميزة كمان في الجريم بيرن ان هو بيحرك الشعيرات اللي في القولون بيفضل القولون كله تسهيل بيعمل تسهيل اه 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 الناس كتير عندها مشاكل مع القولون اه قولون العصب القولون المزمن عمتان يعني الناس كتير عندها مشكلة مع الموضوع ده فالجريم بيرن بيحل الموضوع ده بشكل كبير جدا يعني ده في الضايت خصوصا بالناس اللي بتعمل ضايت فبيجي لهم امساك فانت كده بتساعدهم لو يسهل حركة الامعاء طبعا اه اه طبعا عندي كده سؤالين خطروا على بالي هل الجريم بيرن ممكن يبقى مصدر دعم المرضى السكر والضغط؟ اه طبعا هل كمان لو فيه واحدة حامل او اي شيء مباح لانها تشربه ولا؟ طيب خلينا نتكلم عن مرضى السكر والضغط مرضى السكر والضغط الجريم بيرن زي ما قلنا انه هو محلق بالسكرالوز فكده كده ما بيختلطش بالدم خالص وعندك حاجة زي القهوة الخضرة والجينسينج الاحمر الكوري ده حاجة بيدعمه مرضى الضغط بشكله مرضى الضغط وسكر بشكل كبير جدا هو كمان الجينسينج اصلا من وظيفه انه هو تنظيم السكر في الدم اه 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 فمعنى كده انه هو عامل حاجة كويسة جدا ده امن وفعال مرضى السكر طبعا معظم الناس اللي عندهم سكر بيخافوا يستخدموا اي حاجة للتخصيص علشان بيسببلهم مشاكل كبيرة جدا فيوما ما هيلاقي حاجة امن وفعال وهو عنده سكر هيكون يعني حاجة مفيدة بالنسبة له بشكل كبير طيب نسبة الحرق التوبة قد ايه لو انا هخدته لمدة شهر هخدته قد ايه؟ لمدة شهر هتنزل وزنك من سبع لتسع كيلو في خلال الشهر مع نظام غزائيك؟ مع نظام غزائي صحي طبعا طب انتو لو في حد عايز يتواصل معاكم بيتواصل معاكم عن طريقي الارقام اللي انتو سايبينها مهنة التواصل؟ اه 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 وفي صفحات برضو صفحة الجريم بيرل اه وفي صفحة اسمها الجي دايت اه سيرش على الفيسبوك فبتطلع البيت جامعة اه 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 طب التواصل بيبقى تواصل على طول ولا بيبقى فيه تأخير؟ لا 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 التواصل هيكون على طول طبعا طب تمام احنا بنوصل لكل المحافظات مثلا؟ اه اه كل المحافظات وبرى مصر طبعا وبرى مصر اه 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 طيب كان السؤال بتاعي انا اسألتوا لحضرتك هل لو واحدة حامل مباح ليه ان هي تشربه ولا؟ لا ليه بقى؟ اه بصي الحامل اه فيه حاجات كتير بيكون ممنوعة عنها اه يعني وهي في فترة الحامل اصلا بيكون هي اخيرها تاخد حاجات فيها اوميجا 3 وكالسيوم فقط هي دا بيكون جسمها مش مهيئ لأي حاجة اه اه طب فكرة هو ممكن يضر ولا لا انا مجربتوش مع حد حامل اه يعني مع واحدة حامل انا مجربتوش معاه فما قدرش اقول ان ينفع للحوامل اه فما نصحش يعني ان واحدة حامل تبدو ممكن بعد الولادة احنا قلنا برضو ان هو حينفع الستة المصرية في ان شغل البيت عندها كتير فحيديها طاقة حيديها باور اه لما بننزل او بننزل من رجيم البشرة بتتأثر تمام صحيح هو هيأثر معي حيحافظ لي على بشريتي فعلا ولا اهه طبعا طبعا فعلا الشخص اللي لما بيجي يخس اول حاجة طبعا شحه بالوجه بالزبط فالمنتج مزود بفيتامين سي علشان المشاكل بتاع الوجه كلها اه فده طبعا داعم لناس كتير جدا ناس كتير اصلا بتخاف من فكرة التخصيص لا عشان وش هينزلوا الكلام ده اه فالجريم بيرن بيدعم الموضوع ده بشكل كبير جدا علشان المواد الغذائية اللي فيه والالياف الطبيعية وكمان فيتامين سي طيب هو الجريم بيرن بيستخدم بس في مرحلة التخصيص المعدة فعلا بيكون صغير اه ولكن الناس دي عندها مشكلة في حوار الشهية والكلام ده فبرضه محتاجة حاجة تعلي الحر طيب انا مش عايز اخس انا جسمي مزبوط جدا وحالتي الصحية كويسة لي لو انا خدت الجريم بيرن هيعمل معي هيزبط موت هيدي باور لكن فكرة ان حاجة طبيعية ادخلها فتخسسني زيادة دي ما بتحصلش الكلام ده في الكاميكا الفخص طيب فالحاجات الطبيعية هي بتخش بتزبط اللي نقص فلو فيه دهون زيادة هتشيلها مفيش دهون زيادة مش هتلعب في المنطقة دي خالص ازاك تقول ان احيانا بيبقى فيه من الاشخاص اللي عندها نحافة بيبقى عندها حاجات هو نحيف بس فيه دهون موجودة في الجسم فهو بيشتغل الجريم بيرن على الدهون المتراكمة من سنوات سابقه مثلا في الجسم؟ اه طبعا طبعا لكن ما بيدخلش على الدهون زيادة وفي ناس عادي جسمها مش مليان ولكن اكل كتير والكلام ده الكلام ده طبعا بيتأثر بالشرائي فالجينيسنج الأحمر الكوري والقهوة الخضراء بتزبط الموضوع ده الكروسترول بشكل كبير جدا يا يعني نقدر نقول كمان هو بيساعد فيه تقوية عضلات القلب او طبعا طبعا هو احنا بنقول كده ان احنا مثلا ممكن يبقى نظام حياة انا لما يكون معايا حاجة هتخليني اسيب القهوة وحسيبي الشاي بالاضرار بتاعتها هحس ببشرتي يعني تقريبا هتبقى زي ما حالك بتقول كبسرة اطفال كده ما خلطي هده استغنى عن المسكافيه والقهوة والقرسين والعيد اه بالزبط كده وحاخد حاجة ما تخينيش اطخل حاخد حاجة تخليني عندي باور حديها البنتي او امني في السنوي مش سنوي كمان حدكتوني عشر سنين اه من عشر سنين فمعنى كده ان انا حيبقى نظام حياة عنزي في البيت هستغنى عن حاجات ضرة لي وحط حاجة نفعة للأسرة كلها اه 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 ده يعني اياك في مشكلة السكر ومخاطره علينا انا ايوم ام استغنى عن السكر والكلام ده كله وبحاجة طعمها مألوف علي فده انا خدت شوك كبير جدا يعني امشرب حاجة انا متعود عليها طعمه زي الناسكافيه او اللتيه وفي نفس الوقت انا باخد فوايد فقط فالموضوع ده هيفرق كتير جدا عندي سؤالين بردو تكل المرة تنزلي بسؤالين يعني بس دي كل مرة طبعا لحنا فينا بس يا اه شوفي يا استاذ مستفى احنا عندنا حضرتك بتقول ان هو بيدينا باور وبيدينا تحفيز طب هي الحاجة زي خالية نايمة فانا بتساعد انها بتبصحيها ولا بدخل منشط اظن انت فاهمني في الحتة دي اللي هو بيديني باور اللي هو يعني ايه بيديني باور انا ما يجيب احد بيقولها جرينبيرن هيساعدك انها يحافظ موتك ويديك باور يقول لي باور ايه ده اللي هو منشط من برا ولا ده ايه صحيح طيح معظم الناس كفاءة الاعضاء الحاوية ما بيكونش يشغلها مية في المية ميزة الجونسنج الاحمر الكوري ان هو بيخش يعني بياخد بايد الخلايا اللي نايمة في العض وبيقومه فبيوصل لو انا مثلا العضو عندي شغال بنسبة ستين سبعين في المية هو بيوصله لي تمانين تسعين في المية فلما اجي اعمل مجهود وباور وكده وابزل طاقة لو كفاءة العضو نزلت لحد سبعين فده العادي اصلا بتاعي انا ما حسيتش ان انا تعبان او كده او فيه ارهاق فده بيساعد بشكل كبير جدا السؤال التاني احنا عندنا بنزل السوبر ماركت بنجيب نصد كافيه او كابتشينو فبيبقى فيه بتاعم الفانيليا بتاعم اللي اها هو بتاعم البندق المكة صحيح هل الجرينبير ليه اصدارات كذا مزاق ولا هو مزاق واحدة؟ لا فيه تلاتة تماما واحد بطعم اللتيه وانت بتدخل علينا في الناس اللتيه واحدة لنا بس تدريك هجب الناس وفيه واحد تاني بطعم البندق وده كمان فيه ميزة اكبر لانه هو فيه ضعف الجرعة من القهوة الخضراء فبيساعد الناس على حرق الدهون بشكل اسرع وكمان فيه عشبة اسمها المورينجا المورينجا دي بيسموها الدهب لغضر من كم الفوائد اللي فيها واكتر حاجة بتركز عليها مع مرضى السكر ان هي بتحرق السكر اللي في الدم مرضى السكر اصلا بيواجهه مشكلة كبيرة جدا في الحتة دي فده انا بالنسبالي انا طبعا مش اقول ان هو علاج لمرضى السكر ولكن هيكون حاجة يعني فعالة جدا معاه اه 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 محفز بشكل كبير جدا معاه ده الاصدار التالي ده الاصدار التالي الاصدار التالي ده لاكتوس فري فيه ناس بيكون بيجيتاريان لاكتوس فري اه اه الناس كمان بيكون عندها حساسية من المنتجات الالبان فده متشال منه فالجريم بير لو طالب عايز يحفز موده ويزود بار في المذاكرة يشرف جريم بير لو احنا سعالين وعايزين ناخد مغات اللي بنحط عليه معالي اسامنا كتير مغات ده جميل ده او ده جميل ده او واستحلب ومش عارف ايه لا ناخد جريم بير حد عنده مشاكل ضغط او سكر ياخد جريم بير حد عنده امساك مزمن ياخد جريم بير هحافظ على بشريتي ااخد جريم بير يبقى انا لمتلك كل حاجة في منتج الجريم بير ايسانك ان انا لازم اجربه طبعا فاي حد عايز تواصل عشان ياخد منتج الجريم بير زي ما مستر مصطفى نعمان بيتكلم فهي الارقام لتواصل مع الفريق موجودة على الشريط مستر مصطفى انت معاك ديها واحدة لايف استيل تنقلها للمشاهدين طيب انا انا رؤيتي ان شاء الله ان الجريم بير في خلال الثلاث سنين الجايين هيكون هو المشروب الرسمي للمصريين ده البديل لكل حاجة في البيت طبعا انتو انزلتو بيل فنادق او كده الجاست الجاست جربوه طبعا فنادق ومطاعم مشهورة وجمات المنتج تلعب برا مصر المنتج حاليا في كذا دولة كنا سعادة بك جدا مستر مصطفى واكيد يهودا كنا سعادة بي اشرفتنا مستر اشرفتنا حاجات كتير وان شاء الله لنطلع حلقة كاملة مع حضرتك تفدنا اكتر واكتر بالمنتج واكيد تيه ممتجات كتير برضو ازاي ما حضرتك كنا منتكلم قبل الفاصل طيب اشوفكم على خير في الفقرة التانية مع موهبة فنية استنوا الفقرة التانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة